على حافة الانهيار تعيش هذه الاسرة النازحة المكونة من عشرة افراد في منزل مهجور وغير صالح للسكن داخل مدينة الحزم بمحافظة الجوف اجبرتهم ظروف الحرب والنزوح على السكن بين هذه الجدران المهترئة بعد ان عجزوا عن توفير منزل يأويهم نتيجة لتردي اوضاعهم المادية والمعيشية والتي يقابلها جشع تجار العقار والارتفاع الجنوني في ايجارات المنازل قبل سنتين نزحت من حجة بسبب تأسفات الحوثي وجعبنا القدر الى ان نسكن في هذا البيت المخرب ولم نجد حق الاجار البيوت من ستين من سبعين وكذا فسكننا في هذا البيت ومعي اشرة ابناء من الاسرة لم يكن هذا الشرخ الوحيد الذي احدثته الميليشيا في حياة المجتمع اليمني والذي تسبب في تهجير وتشريد الاف الاسر وتفكيك النسيج الاجتماعي فهذا الشاب الذي نزح مع اسرته وقف الظروف منزلهم المتهالك امام اكتمال فرحته بعرسه خوفا من العيش تحت هذا السقف الذي يخشون سقوطه على رؤوسهم كل يوم حتى في لحظة ارسي كنت خائف من هذا البيت اللي يسقط فوقي ولذلك كنا ننظر اليه كل يوم وكل وقت من خائف خوفا ان يسقط علينا يفرون باطفالهم للنجاة من الموت تحت ظلم الميليشيا الانقلابية ليستقروا في مكان اكثر خطورة عليهم تحت سقف متهالك وآيل للسقوط ويعيشون في كابوس يهدد حياتهم في ظل عجز السلطات المحلية رفع هذه المعاناة عن كاهلهم وضبط المتلاعبين بالعقار والمبالغة في ايجارات المنازل هذا المنزل وغيرهم من المنازل يعني كما ترون الاضرار باينة وكما تشاهدون في الصور يعني ان اثار القصف والكاتيوشة والمدافع التي تضرب على المدينة والمواطنين بحاجة ما السهلة يعني من يقدم لهم العون من منازل وعيواء وغير ذلك ومع الكثافة السكانية والتزايد في اعداد النازحين القادمين من مختلف المحافظات الى محافظة الجوف تبقى السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني امام تحدي كبير في استعاب هذه الاسر النازحة والعمل على توفير اجواء مناسبة لاستقبالهم والتخفيف من معاناتهم ماجد عياشة من شباب محافظة الجوف